تحت رعاية سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة نظمت الوزارة ورشة تبادل الخبرات حول برنامج المدن الصحية بين محافظات مملكة البحرين والتي عقدت بالتعاون والتنسيق مع المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار الحرص على توسيع نطاق تنفيذ برنامج المدن الصحية ليشمل جميع محافظات المملكة وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة وفاء شربتي مدير إدارة تعزيز الصحة أن توسيع نطاق تنفيذ برنامج المدن الصحية يتم من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المحافظات الأربع ووزارة الصحة وبالاستعانة بخبرات منظمة الصحة العالمية في تنفيذ هذا البرنامج الهام الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة الناس من خلال تبني نهج شامل يعتمد على التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني طبعا نجتمع اليوم في هذه الورشة اللي الغرض منها تبادل الخبرات في مجال برنامج المدن الصحية طبعا برنامج المدن الصحية هو من أحد أهم برامج منظمة الصحة العالمية واللي يهدف إلى تكوين منصة للتعاون بين جميع القطاعات من أجل تعزيز الصحة في كل المدن مملكة البحرين كان لها إنجازات رائدة في هذا المجال تم اعتماد أم الحصم كأول منطقة تحصل على الشهادة تلتها المنامة واللي كانت أول عاصمة صحية في أقليم شرق المتوسط تل ذلك اعتماد البسيتين والسايا وعالي وإن شاء الله نتطلع لإعتماد جميع المحافظات في ملكة البحرين إن اجتماعنا اليوم هو منصة لتبادل الخبرات بين المحافظات والمدن المختلفة حول تجربتهم مع برنامج المدن الصحية إن برنامج المدن الصحية هو أحد أهم برنامج منظمة الصحة العالمية الذي يهدف أن تكون بيئتنا تنادي نحو الصحة للجميع وبالجميع وما هذا إلا نموذج للشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات نحو تحقيق الصحة ونحو تنفيذ صحة بيئية للجميع إن شاء الله نتمنى أن تكون هذه الورشة مجرد انطلاقها إلى البحرين إن شاء الله كامل تكون مملكة صحية بإذن الله تعالى برنامج المدن الصحية من البرامج التي تمنتها منظمة الصحة العالمية والله الحمد نحن في مملكة البحرين من 2018 متبنينها ومن 2018 إلى اليوم نحن حققنا نجاح كبير في تحسين صحة السكان وتحسين الرفاهية العامة للسكان برنامج المدن الصحية بشكل رئيسي يهدف إلى التعامل مع المجتمع الشراكة المجتمعية مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع القطاع الحكومي كلها في صدد أن نعيش ونقدم مبادرات إلى أن يتحسن صحة السكان ونحقق المدينة الصحية اشتركوا في القناة